تزامنا مع أول أيام تصريف الأعمال الحكومية شهدت عين التين حركة ناشطة شملت أطرافا سياسية عدة بدأت بلقاء ربعي ضم وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل والمعاونة السياسية لأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل والوزير السابق يوسف اسعاده في حضور الوزير علي حسن خليل الذي أشار بعد اللقاء إلى أن المشاورات تناولت ورشة الحكومة والمجلس النيابي ومن ثم كان لقاء مع نائب رئيس الحزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان الذي رأى أن الأولوية هي للاستشارات النيابية وتأليف حكومة في أسرع وقت ممكن مشيرا في الوقت عينه إلى أن موقف القوات بشأن أي موضوع يطرح في الجلسات النيابية يعلن عنه في حينه وأن القوات لا تزال تعمل لقانون انتخابي يحظى بموفقة الأطراف كافة أريد دولة الرئيس وهالجلسة أسمرت عنهم بالأول استشارات بسرعة العمل على تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن العمل على أنون انتخابات جديد بأسرع وقت ممكن ورغم أنه منتهيين من أنون الستين إنهاء أنون الستين قانونيا ودستوريا رئيس المجلس النيابي نبيه بره استقبل كذلك وعضو كتلة الكتائب النائب سامي جميل الذي حدد الأولوية بإراحة الناس وطمأنطهم من خلال استمرار عمل المؤسسات والإبقاء على المسار الدستوري وتأليف حكومة جديدة نتمنى أن يكون في حكومة إنقاذ يعني كل هالأقطاب يلي اليوم موجودة بالدولة اللبنانية يلي بيحكموا مع بعضهم بالواسطة ويلي بيلتقوا خارج المؤسسات بما يسمى بطولة الحوار ينتقلوا إلى داخل المؤسسات ويجتمعوا بقلب الحكومة يكونوا هن الحكومة ويتحملوا مسؤوليتهم تجاه الناس وتجاه البلد وتجاه المستقبل أو هن قادرين على إدارة البلاد أو من قادرين على إدارة البلاد حاجة بقى نحكي مع بعضنا بالواسطة ونركب حكومات ونبعث ناس تحكي مع ناس رئيس بره هو ميال إلى حكومة إنقاذ وطن هو عاشها هذه التجربة وبيعتبر أن حكومة إنقاذ هي الوحيدة اليوم يلي قادرة تتحمل مسؤوليتها بهذا الظرف الدقيق وقال جميل إنه حان الوقت للاقتناع أن هذا البلد ليس قابلا للحياة كما هو وإننا بحاجة إلى تأسيس الدولة اللبنانية من جديد متمنيا أن تنتج اللقاءات عند الرئيس بره شيئا إيجابيا ترجمة نانسي قنقر